موسيقى كثيرا ما تذرع السياسيون بأمنهم حتى بات اقترابهم من الشعب حدثا يستدعي الغرابة ويستحق المواكبة بدلا من أن يكون واجبا بديهيا تجاه من وضعوا ثقتهم في من أعلنوا ولا يزلون أنهم أهل للثقة هم من اعتدوا مرارا على من طالب في حقوقه وهم من وزعوا الحصص على أساس طائفي إلا أن نفيت فوزعوها بالتساوي على الجميع من دون استثناء هنا في ساحة رياض الصلح كثيرون اعتصموا وأضربوا وضربوا من دون الحصول حتى على أبسط حقوقهم السلطة لم تصغي سابقا إلى أصواتهم أما اليوم فهي مهتمة كثيرا بأصواتهم عموما لم تعود المواكب أبدا من المواطنين ولم يعد السياسيون يحتمون من الشعب بمرافقيهم مشاهد ربما لن تتكرر إلا عند الضرورة فيبدو أن المواطن وسيلة وليس هدفا المرشحون لا يوفرون فرصة إلا واصطادوا في الماء العكر لتسجيل أهداف انتخابية من قبل الانتخابات بيكون النايب بيحاجي للشعب هو محتاجهم بعض الانتخابات بيصير الشعب بيحاجي للنايب مشان هكي قبل الانتخابات هو بينزل لعندهم بعض الانتخابات هني بيروحوا لعندهم لطالما استحب المواطن أوجاعه ونزل السحات لعل الجالسين في عليائهم يتواضعون ويصغون إليه أما اليوم فالسياسيون هم يزورون المواطنين للتخفيف من أوجاعهم ليست المرة الأولى التي يؤدون فيها دور المطالبين بدلا من أن يكونوا هم المطالبين وفي فترة الانتخابات يصبح المسؤولون حريصين جدا على واجباتهم الاجتماعية أحدهم بفيق الصباح بيطلب المختار بيقوله في شي ميت اليوم تحت إيدك طبيعة السياسي في لبنان ما بيعرفك إلا وقت اللي بيكون بيحاجي لألك قبل الانتخابات بيكون عنده هالي أنه نزل بيتحاموا فيه بيقوله نضربوني أنا ما تضربوهن لألون يقال سبحان اللي بيغير وما بيتغير إلا أن المسؤولين قبل الانتخابات وبعدها يتغيرون ولا يغيرون غدي بوموسى قناة الجديد